خلينا نشوف طاقتكم هاي الفترة كيف رح تكون عاملة. شو اكتر اشي عم بتركزوا عليه? شو افكاركم? افعالكم? شو طاقتكم بشكل عام هاي الفترة? اها انتصارات. في عندك انتصارين اتنين على شخصين. وممكن يكون على صعيدين. ممكن يكون على الصعيد العملي وعلى الصعيد العاطفي. فانت كنت من زمان عم تستنى هذا الانتصار وكنت يعني زي كان مؤجل. اه ولكن بشوفه عم بيصير هاي الفترة. فحلو كتير. اذا خلينا نشوف. شو نخبين للورق هاي الفترة? اوه كتير حلو. برج الميزان هاي السنة يعني شهر حلو والشهر اللي بعد ولا. الشهر الحلو والشهر بعد ولا. خلينا نشوف هاي الفترة. ان شاء الله تكون حلوة. نبين من الورق انه في امور حلوة. او اغلب الامور حلوة. شايفي يا برج الميزان? يا حبيبي عندك اه نهاية اه فترة سيئة خلينا نقول. اه كانت مليئة بال بالحزن. كان فيها كان فيها ارق. كان فيها تعب. كان فيها حتى تعب جسدي. اه عم بيكون نهاية لهاي الفترة الحزينة وبداية جديدة رح تكون على العكس تماما خلينا نقول. او فيها كل مقومات السعادة والانتصارات والفرح. شايفيتك كتير مبسوط هاي آآ الفترة. شايفي فيه شخص عندك آآ موجود عم بيخبي اسرار. عم بيكون هو بحياتك آآ مرتبط انت فيه ارتباط آآ كبير آآ لكن هذا الشخص عم بيخبي آآ آآ امور. يمكن يكون على الصعيد العملي. ممكن. شخص آآ آآ عم بت بتطلع عليك بعين الحسد. عم بيحكي عليك من وراك. آآ شخص آآ ممكن يكون آآ ترابي او هوائي مثلك. او حتى مائي. آآ هذا الشخص عم بيحكي شغلات يعني غلط. شغلات كذب. خلينا نقول. آآ وانت شايفيتك منتصر عليه من بعد ما سببا لك آآ آآ ممكن يكون على الصعيد العاطفي. هذا الشخص كان آآ كتير آآ آآ عم بيكون آآ بالفترة الماضية. عم بيخبي امور آآ آآ مثل علاقة ثالثة. مثل آآ اي امور آآ تانية. ولكني عم بشوفك عم تحرز آآ انتصار على هذا الشخص. عم تستشفي من طاقات سلبية يمكن من معين ممكن يكون هذا هو حب هذا الشخص وعم بشوف الامور بتمر على نجاح. عم تستشفي فعلا من هذا الموضوع. شايف فيه بالعمل فيه رزقة حلوة جيتك. اما من شغل انت يعني اشتغلت عليه لك فترة او انه ممكن تكون تطور في العمل معين. اه ممكن تكون فرصة جديدة للناس اللي ما عندهم شغل او حتى للي عندهم شغل فرصة جديدة كتير اه حلوة عم بتكون. اه عم يوصلك اخبار كتير حلوة اه عن موضوع له علاقة بدراسة بعثة منحة. اه ازا كنت عم بتفكر بهذا الموضوع عم بتوصلك متل موافقات او تطمينات اه بالنسبة لهذا الموضوع. شايف فيه نوع من الكارمة او نوع من الججمنت رح يسير. اه رح تاخد اه حقك اللي قلنا في شخص اه ظلمك في شخص تعد عليك اه ان كان على الصعيد العاطفي او على الصعيد المهني. اه عم تاخد حقك منه وتكون كتير مبسوط ومبهور يعني بالنتيجة اه غير متوقعة ما كنت اتوقعها لا الوقت ولا المكان ولا الزمان كنت اتوقع انه تاخد حقك بهاي الطريقة ولكن الحمد الله عم تاخد حقك بي اه عم بتكون كتير مبسوط. عم بشوفك اه فقدت الامل في شخص معين فقدت الامل في اه اه في شخص كنت معتمد عليه بشكل كبير يمكن هو هذا الشخص اه نفسه. الورقة طلعت اه مقلوبة فشايفة شوي فقدت الامل او اه ولكن في انتصار على هذا اه الشخص. هذا بشكل عام. الطاقات اللي مبينة اكتريتها اه في عندنا طبعا قوس. اه في ميزان في اه ابراج هوائية كتيرة. في ابراج نارية. وفي شوي مائية. لا في مائية. على الاغلب. هذا بشكل عام. وشايفة في اه عملية او اه لالك لحد قريب من عندك اه عملية ممكن تكون عملية تجميل او غير تجميل. اه عم بتمر على خير وعم يتشافى هذا الشخص او عم بيكون اه في حالة صحية او انت ممكن تكون اه في حالة صحية افضل. عم بيصير فيه تطور لهذا الموضوع. ازا برج الميزان بشكل عام وراء حلو. شوف الناحية العطفية اكتر. اه. في استشفاء في كان عندك طاقة اه سلبية. في استشفاء رائع. يعني هاي الفترة راح يسم. في شايفة حب كبير عم بتتبلور حب اه بينك وبين الشخص المقابل. اه في تقارب اكتر في هاي العلاقة عم تتطور اه اكتر. في توضيحات عم بتصير من الطرف الاخر او حتى منك اه عم بتكشفوا اوراق لبعض او عم بتقربوا من بعض بطريقة كتير جميلة. اه عم بيكون بناتكم تواصل روحاني رائع جدا. انت وهذا اه الشخص. عم بشوف المناوشات والا اه النقد اللي كان حاصل المشاكل عم تنتهي لانو الورق. الورقة مقلوبة. شايفيتك اكتر صرت اه متأكد من الطرف الاخر. اه رح يأكد لك رح يعني يعني يبعط لك متل مسجات تطمين شغلات. رح تسمع عنه شغلات تتطمن كتير منها حيثو. من بعد التوتر اللي كان حاصل اللي كان مبين عنا بالورق اللي قبله شوي. اه مبين من بعد ما كنت اه خايف. اه في وراك اه هون مبين بالصورة زي ما انتو شايفين. اه في وراك واقعة او الكرسي اللي انت قاعد عليه مش ثابت. اه فبما انو طلع مقلوب فعم بيكون العكس المعنى عم بتكون شوي شوي اه اجرك تثبت شوي شوي العلاقة اه تكون ثابتة. انا شايفيتها ترسيم للعلاقة اكتر. اه شايف في طرف اخر في طرف تالت متربص عم بتراقب من بعيد ولكن ما في من ورا شر لانو عم بشوف هاي العلاقة اللي بينك وبين الشريك عم تتوج زي ما انتو شايفين هون يعني اه متل رح تكبروا سوا متل رح اه تكونوا اه مع بعض طول الوقت. عم بشوف كمان في وفرة مالية عندكم اه في المستقبل. فاكتير بالنسبة للوضع العاطفي لبرج الميزان كتير حلو هاد الشهر. خلينا نشوف عقلك الباطن يا برج الميزان هاد الشهر. على شو اكتر شي عم بتركز على شو عم بتكون شاغل بالك. آه. كتير حلو. هون مبين انه عجلت الحظ. عجلت الحظ. آه. رح تكون معاك. آه او ممكن يكون هذا الموضوع متل بتلف اللفة في كارما رح تحصل عليها. آه. في اموال ممكن تحصل عليها. كل الشوائب اللي كانت في عقلك الباطن. الهواجس. المخاوف. الاوهام. آه. رح شوي شوي تتخلص منها هاي الفترة. رح تتلاشى في نهاية الفترة. رح تلاقي حالك. يعني قاعد فوق عم تضحك على حالك. انو انا شو شو كنت عم بفكر يعني شو كنت عم بخاف من شو يعني بتستغرب من نفسك. آه فشايفة كارت كتير حلو. شوف هون ازا في تحذيرات مسلا لبرج الميزان او. واو. آه. مبين عندي مثل بستان خضار اوراق عم تزهر آه تزهر آه آه ورود آه شايفة يعني فيه اشي مسمر عم بتعمله. اما العلاقة العاطفية عم آه بتعطي نتائشها. من بعد صبر كبير على الحبيب. عم تلقط النتائج تلقط بالنتائج آه. آآ. او انه يكون آآ مشروع انت بلشت فيه بالآآ آآ ديما. وآآ آآ 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 وآآ آآ. امآ آآ آآ وأخيراً عم تحصل على النتائج. لكن انا شايفة هذا الكارت عاطفي اكتر. يعني ممكن يكون العلاقة العاطفية هي نفسها رح تتطور أو رح من بعد ما كانت مثل الورد الدبلاني أو كذا رح لأ رح يصير فيه actions بالعلاقة رح يصير فيه وعود من الطرف الآخر رح يصير فيه ترسيم ممكن للعلاقة بقولك للفترة الجاي رح يكون فيه فيه شخص قريب منك كتير كبير بالعمر هذا الشخص تقريبا من أبراج خلينا نقول إما ترابية أو نارية ممكن مائية هذا الشخص رح يساعدك كتير بالمشوار بالفترة الجاي ممكن كتير معقول يكون على الصعيد العملي فكون متشبث في هذا الشخص وكون خلينا نقول على علاقة طيبة في هذا الشخص لأنه رح يساعدك إما في يعني فرصة عمل جديدة أو بالعمل أو حتى بالعاطفة ممكن يكون هو شخص حكيم أنت بتستعين فيه بكتير أمور إذن برج الميزان شو يطع لنا هون واو عم تهتم كتير يا برج الميزان دائما بطلع لهذا الكرت لإلك أو شبهه عم بتحاول هاي الفترة تعمل مثل ريلاكسيشن تطلع عم بتهتم في حالك أكتر عم بتكون في عمليات تجميل كتير رائعة واهتمام بالبشرة أو الجسم عم تهتم بمظهرك كتير هاي الفترة عم بتكون عن جد محط الأنظار طبعا كالعادة برج الميزان عم بتكون محط الأنظار بهاي الفترة خاصة الأشخاص اللي ما عندهم حدا في حياتهم كتير معقول إنه يدخل حياتهم حدا كتير قوي صاحب سلطة شخص مناسب على الصعيد العاطفي أو هو كمعجب أنا بشوفه فهذا الشخص معقول كتير يكون برجه مائي مثلا فلو لو نوجد هذا الشخص حواليك أعطيه فرصة خلينا نشوف كمان لبرج الميزان في موضوع يعني في وفرة مالية في موضوع رح يحطي نتائجه زي ما قلنا قبل شوي هذا تأكيد كمان ممكن تكون العلاقة العاطفية في ناس كتير رح يفرحو لكم وفي ناس كتير لا ما رح يفرحو لكم أبدا بتطور العلاقة أو بالزواج أو كذا رح يكون في عيون كتير فنتبهوا ترجمة نانسي قنقر